هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جايوا بقراءة شهرية لبرج السرطان رح حاول أحكي فيه عن الأحوال العامة والعاطفية لإلقاء الشريك كذلك رح تحدث كذلك حتى عن العذاب وبدي أقول أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي قبل ما أبدأ القراءة يا برج السرطان بطلب من كل الناس المستمعين اللي عم يتابعوني على القناة أنه يشتركوا بقناتي على الإستجرام رح أتلاقوها بالصندوق الوصف أوكي بالداية تانية برج السرطان عم شوفك كأنه عم تفكر بشيء حاسم جدا أو بشيء تغير في حياتك في شيء تغير بحياتك يا برج السرطان وكأنه متعبك ودائما عم تبحث عن الاستقرار ولا تجده ممكن بدأ تعمل أو بدأت علاقة ومنجح الأمر معك ودائما أنت في البحث عن ذاتك وهو البحث عن فرج يا برج السرطان كأنه عم تبحث بالعلاقات وتبحث بالعمل بس ما بتلاقي نتيجة أبدا عم شوف أنه هذا الأمر يؤرقك يا برج السرطان عم شوف حتى أنه الحبيب أو داقة الحبيب بتطلع بالتريق في بنتيكلز يعني ممكن هذا الإنسان يشتغل بأي شيء يتعلق بالتجارة ممكن هذا الإنسان كذلك يشتغل بالقانون يشتغل بالكتابة ممكن كذلك حتى أنه يكون على علاقة صلاثية أو هذا الإنسان عنده أشياء تشغل وهو عنك يا برج السرطان ممكن هو مثلا عنده العمل هو الطرف الثالث وأنت هو الطرف الثاني والطرف الأول هو الشريف ممكن فيه انشغال بالعمل وانشغال بأشياء أخرى ما بتخليه أصلا هذا الإنسان يلاقي وأتلاقي لك ممكن عنده كتير مهام ومسؤوليات ممكن حتى أنه عمشوفوا هذا الإنسان عنده قلب كبير عطوف جدا ممكن حتى يكون عنده أطفال عمشوفوا لهذا الشخص حساس جدا وعنده جانب حسي جميل ممكن حتى أنه يخفيه عن الناس عمشوف على أنه عندكم مشاكل بيناتكم أو فيه مناوشات بيناتكم ما عمشوف الأجواء الجيدة بس ما عمشوف فيه خصامات ومشاكل كبيرة عمشوف أن الشريك ممكن ما بتحكم مع بعض أو ممكن فيه زعل أنا عمشوف بلوك ممكن أنت عمله بلوك أو هو كذلك عمشوف أنه الكلام أو استمرارية الكلام ما فيه كلام بيناتكم أما بالنسبة لكي برج السلطان فعمشوف الأمور أنه أنت شوية متكبر وعندك نفس كتير قوية وعندك كبير كتير قوي عمشوفك كأنه رافض أبدا أنه 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 تطلب السماح إذا كان هذا الأمر يريده هو عم تحس أنه العلاقة ما فيه أخذ عطا بتحس أنه العلاقة ما فيه ما فيه توازن أبدا كأنه أنت عم تشعر أنه تعطي كتير بالعلاقة والآخر لا يعطي شيئا لهيك عمشوفك يا برج السلطان متكبر شوي على هذا الأنسان وما رح تعطيه وقت أو ما رح تعطيه اهتمام كبير أما بالنسبة يعني بالوقت الحالي فأنا عمشوف أنه هذا الإنسان أمامه اختيارين ممكن على قطعين ممكن كتير أمور ممكن حتى أنه عنده كتير أشياء عم تخليه مثلا مشوش الفكر عم تخليه منه مركز على أمر واحد ممكن شغل ممكن علاقة ثانية في كتير أمور ممكن حتى العائلة بتشغله وما بتخليه مركز على قرار واحد أما بالنسبة لأيلك فعمشوف أنه الأمر أمر الشغل وموضوع الشغل وإنت محتاج أنه تشتغل محتاج أنه تكون مستقر بعمل لأنه ما تكون مادد إيدا بدك أنه تشتغل بدك أنه تكون مستقل بذاتك عندك مالك الخاص عندك طموحك الخاص أنه مش العلاقات كل شي من نسبة لأيلك برج السرطان كذلك عم شوفك تعبين اتجاه الأموال أو اتجاه العمل بس عم شوفك عم تلتجئ بالوقت الحالي للبيت والأسرة والكنف العائلة يا برج السرطان عم شوف حتى على أنه أنت تريد عدالة حتى إذا هذا الإنسان ينوي الرجوع لأيلك أو يريد إصلاح أمور بينك وبينه فأنت تريد العدالة تريد الإصلاح بس يكون بشكل عادل بدك أنه هذا الإنسان يتغير يبتعد عنك ما بدك أنه يعني ما بدك تساون بالعلاقة أبدا يعمل هذا الإنسان مجهود بالعلاقة يبتعد عنك ويتركك يا برج السرطان شوفوا لهذا الإنسان ممكن كلامه صليت كلامه قاسي جدا ممكن حتى هو يريد أن يقول لك كلاما قاسي يا برج السرطان كأنه أنت متكبر عليه وما بتعطيه وقت أبدا وهذا الإنسان شوي شايل بقلبه تجاهك عمشوف حتى أنه العوضاع يا برج السرطان مش جيدة أبدا وعمشوف على أنه ممكن للبعض منكم اكتشفوا خياني أو اكتشفوا طرف ثالث ما عم يحبوا أصلا وأنه يساوموا بالعلاقة أو يعطوا فرصة لهذا الإنسان لأنه اكتشفوا شيء مش جيد لأنه كمان هون بيقول لك المعرفة كأنه أنت اكتشفت شيء أو عرفت شيء وهي الأشياء اللي اكتشفت يا برج السرطان كأنه خلاتك تشوف الحياة أو تشوف الحقيقة على الشكل اللي هو صحيح أو تشوف الوجه الصحيح ما صار عندك هيكل الفرشات والحياة جميلة وتشوف الأشياء بشكل ملوان صارت تشوف الحقيقة سواء سيئة سواء جميلة بالنسبة لك كمان عم شوف على أنه في كتير كأنه يقست يا برج السرطان هذه العلاقة وكأنه أنت بتشعر أنه هذه العلاقة مهما قدمت لها إلا وما رح تعطيك نتيجة كأنه مللت من هذه العلاقة أو مللت عامة من كثرة العلاقات أو العلاقات البائسة أو السيئية برج السرطان ممكن أنا عمشوف في وعد بالزواج لا أعلم لماذا يطلع لي طلع هذا الكارت لبرج الجوزع وكذلك حتى أنت عمشوفك ممكن يكون في يعني لأنه طبيعي برج السرطان يتزوج بهذا السنة وخاصة للناس اللي عندهم تقريباً 28 سنة لا أكثر وارد جداً أنه ممكن يتزوجه وارد ما بقول ما بقول أكيد لأنه زحل عادة إلى بيته والمشتري كدارك بالبيت السابع فطريباً أنه في كتير ناس من برج السرطان رح نسمع عنه المتزوجين لهيك عم تطع لطاقة الزواج يا برج السرطان بس أنا عمشوف الأحوال العاطفية مع هذا الإنسان مش جيدة ممكن في مشاكل في كلاكيع وفي أشياء مثلاً في كبره والآخر بده لكلام جارح وفي هذه الأمور يعني في مناوشات وفي مشاكل خفية برج السرطان عمشوف حتى أنه خطوته القادمة بالرغم من كل هذه الأمور رح تستمروا بالعلاقة بالرغم من كل هذه الأمور رح تحاولوا أنه تجدوا العلاقة وتظلوا مكابرين أنه تكونوا مع بعض يعني مش 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 تاركين أنه العلاقة تنتهي ولا حابين أصلاً تنتهي أوكي آآ ممكن بالمستقبل العلاقة يعني حتى بالمستقبل أنا عمشوف على أنه أنتو رح تحتفظوا ببعض حتى لو كانوا في مشاكل كبيرة حتى لو كانوا ما بعرف شو بس أنتو بتحبوا بعض بتعشقوا بعض آآ ومستمرين مع بعض حتى بالرغم من كل هذه الخلافات عمشوف أنا بالطاقات عمشوف برج الميزان عمشوف كذلك برج الأسد برج السرطان ممكن حتى أبرج هوائية نارية ترابية أما فما عم يطلع لي بكثرة بهذا القراءة عمشوف بس برج السرطان فبالنسبة لبرج العزاب برج السرطان فأنا عمشوفهم كأنه بالوقت الحالي عم يتذكروا الماضي وممكن في عودة شخص من الماضي لأنه عم الويل اوفوتشن مع السكس اوفكابس في أحد من الماضي ممكن يرجع لألك ممكن يطلب السماح منك ممكن يصلح العلاقة لأنه عمشوف في عودة لأله بس ممكن هذا الإنسان خانك بالسابق عملك أشياء منها جيدة أبدا وعندك مشاكل معه صراحة ممكن حتى أنه العلاقة ممكن حتى العلاقة يكون فيها نوع منها التجريح لما يرجع هذا الإنسان ممكن تحكيله اللي بقلبك ممكن تحكيله الأشياء التي آذتك بهذا الإنسان بس عمشوف في عودة شخص يا تفتح له طريق يا ما تفتح له مهم أنه أنا عمشوف في عودة إنسان من الماضي لحياتك يا برج السرطان ممكن هذه العودة يا برج السرطان خاصة أعزب برج السرطان ممكن يكون فيها نوع منها طلب السماح وطلب إيدك ممكن يريد أن يتزوجك هذا الإنسان وممكن يريد كذلك أنه يصلح أمور عالق بينك وبينه حيث دا بالنسبة للوضع العاطفي أما بالنسبة للوضع العام فأنا عمشوف في تغييرات كبيرة تترق بحيات برج السرطان ممكن للبعض منكم يكون في حمل أو ممكن يكون ولادة شخص بالعائلة طفل بالعائلة عمشوف أنه الأوضاع العامة التي تتعلق بالعاطفي يعني كأنه أنت بتحاول أنه تحسن الأمور بينك وبين هذا الإنسان عمشوف كذلك فيه ركود بالوضع المالي عمشوفك عم تبحث عن المال تريد تحصيل المال بس ممكن الأمور مش جيدة بالنسبة لإلك عمشوف كذلك أنه بهذا الوقت تهتم أكثر للجمالك الخارجي والوضعك الخارجي ممكن تحب أنه تتزيان تتجمع أنه تشتري ملابس جديدة عمشوف على أنه عندك ممكن أرق بالنوم عندك أحلام مزعجية برج السرطان ممكن عندك حتى أشياء ما عم تخليك تنام دائما عم تفكر فيها بالليل عمشوفك أنه في قيود عم تقيدك كأنه ممكن بدك أنه تخطي خطوة للأمان بس عندك قيود ممكن حتى تكون فكرية ممكن ما تكون أصلا بالواقع أو ممكن إيه ممكن يكون أصلا أشياء عم تتخيلها أو عم تشوف أنه هي عوائق بس بالأخير هو عقلك اللي عم يعمل هذه العوائق ممكن حتى أنه يكون في أشياء أو في تصليحات بالبيت ممكن تشتري بيت ممكن تغير بيت كذلك مسكن بس عمشوفك أكتر الناس المطلقين ممكن أنه تأخذ نفقه من الأب على الأطفال عمشوف أنه الأمور بتحاول توازنها بس عمشوف أنه في تغيير أنت حاليا في صدد التغيير كأنه أنت ممكن تغير بيت ناس فيكن ممكن تتزوج تغير بيتها من عائلتها أو بيت عائلتها للبيت الزوجية ممكن في تغيير يحصل بحياة برج السرطان ممكن هذا التغيير ما تحسوا حلو بالأول أو ما تحسوا أنه سهل بالنسبة لألك بس هذا التغيير رح يشلوب لك نوع منه السعادة من بعدين بس بالوقت الحالي ما نهيين أبدا بالنسبة لألك برج السرطان عمشوف هذا التغيير ممكن عم يجيب لك ستراس عم يجيب لك مشاكل فكرية عم يخليك أنت عم تفكر بشكل من السلبية برج السرطان برج السرطان لما بيدخل مثلا بأشياء من التغييرات عم يحصلوا نوعا من التفكير السلبي بيخاف من التغيير برج السرطان بس ما تخاف أبدا الأشياء رح تقون على خير إن شاء الله عم شوفك أنه أنت أمامك بابين أو أمامك اختيارين وبتحاول أنه تختار بينهم بس مش عارف أبدا ممكن تتلقى رسائل تتعلق بحبيب سابق أو الحبيب الحالي ممكن يبعث لك مسجات حب وجمال وكل البعض منكم يكون في زواج فكرات السفر وارد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن حتى أنه يريد الزواج منك ويريد ممكن هذا الإنسان بعيد عنك وممكن هو ببلد آخر ويريد أن تلتحق به بهذا البلد ممكن هو يكون ببلد بعيد عنك عم شوف الوضع المالي مش جيد بالنسبة للسرطان عم شوف الأوضاع عامة تتعلق بالوضع العاطفي أكثر والوضع المالي عم شوف تغييرات تحصل بحياته بالوقت الحالي ما عم يشوفه شيء إيجابي أبدا بس ممكن تكون أشياء إيجابية بعدين ممكن أن تتغيروا بيت عم يتلع لي كذا مرة أنه راح تغير البيت راح تغير المسكن راح تغير حتى ممكن راح تكون متزوج كتير من برج سرطاني راح يتزوجوا بهذا السنة وخاصة من شهر سبعة لآخر السنة عم شوف في كتير زواجات لبرج السرطان بس ممكن بالوقت الحالي أنت متخوف من هذه التغييرات وعم جيب لقاء راقية برج السرطان ما تخاف أبدا حاول أنه تكون إنسان قيادة حاول أنه تكون إنسان شجاع جدا بس هات التغييرات كلها لصالحة كبير السرطان مش شيء سلبي أبدا بس أنا بنصح برج السرطان أنه يهتم كثير للعينين كد عليك ممكن يحاول أنه ما يدخل بموضوع الكعابة وموضوع حاول أنه يهتم شوي هيك بصحته وبتفكيره بنفسيته كتير ممكن للبعض عم يحسوا أنه في صداع نفسي في صداع نصفي ممكن حتى أنه يعانوا من عدم نوم من قلة نوم ممكن حتى أنه عم يفكروا بأشياء سلبية عمشوف حتى أنه العينين عندهم مشاكل فيها بس عامة الصحة الجيدة الحمد لله بهذا الشهر ما عمشوف في مشاكل تتعلق بالصحي ممكن عمشوف في تواصلات وفي كومنيكيشن على الانترنت عمشوف فيت لقاءات مع أشخاص مختلفين الجنسية معك مختلفين الثقافة عمشوفك كانت تتواصل مع ناس بعيدين عنك مش بنفس البلد مش بنفس الثقافة مش بنفس الأشياء اللي أنت فيها يا برج السرطان حتى ممكن أنت عم تلتقي مع ناس على الانترنت عم تحكي معهن في هذه الثقافة برج السرطان عمشوف ممكن حتى أنه عندك شكوك عندك أشياء فكرية وحواجز فكرية أكثر منها واقعية بس اهتم بصحتك اهتم بنفسك حاول على نفسيتك ووازن حياتك حوازن كل ما يتعلق بالمال هو العمل والعاطفي لأنه عمشوف العاطفي مركز عليها بهذه الفترة كتير هيدا كل شي كان بالنسبة للعلاكية برج السرطان أمتمنى لك كل الخير والمسرات متنسوا تعملوا للايك وسبسكوب لقناتي وشكرا لأيكم